صندوق الاخبار السلام عليكم ورحمة الله لم يؤثر على السير العادي للمطار وأفاد مصدر مأذون بالمكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بحادث مؤسف تعرض له مستخدم تقني مكلف بالصيانة الكهربائية بمطار محمد الخامس والذي يتلقى حالياً العلاجات الضرورية بالمستشفى لا تنسوا الاشتراك في القناة والضطع على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب